شهر شعبان والأعمال وقصد الشارع أو المشرع لشهر شعبان بذاته نعم يعني شهر شعبان شهر السقية سقية اللي ما تم غرسه في رجب نعم ورمضان الحصاد احنا بقى ماشيين بالعكس يعني احنا ماشيين ان مستنين على رمضان الزرع والغرس والسقية والحصاد وكل حاجة نقودها في رمضان شهر شعبان ترفع فيه الأعمال يقال ليلة النصف لا يكازي أوله وآخره ترفع فيه الأعمال وانا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان بعد رمضان اكثر شهر كان شعبان قال احب ان يرفع عملي وانا صائم فتهيئة القلوب والعباد والمسلمين ان انا استقبل رمضان رمضان الله انبلغنا رمضان يا رب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قولوا امين ويبلغنا ليلة القدر في رمضان ويجعل رمضان علينا يعيده علينا سنين عديدة وأعوام مديدة في الخير والطاعة اللهم امين والاستزاد المستهدف امين ان احنا عارف انت اللي بيعد نفسه بيغرب لنفسه كده ويجلق قلبه وينظف قلبه ويهيئ قلبه لاستقبال رمضان بما سبق له من الطاعات ايمانا واحتسابه عمر ايمانا واحتسابه ونفس الناس تفهم عمر ايمانا واحتسابه ما بتجي في يومها وبتيجي في اول رمضان ولا بعد اسبوع ولا بعد ايمانا واحتسابه احتسابا عليه الشهر اما ايمانا ده بقبلها اللي هو الوقت اللي احنا فيه اقتدوا ان يستعدوا قبلها بستة اشعر اماما كذلك تلاتين يوم زمالت ستزمونة تمام يالله الي انفع ان احنا باذن الله يا رب انتوكل على الله وينفع ان شاء الله يا رب ان احنا نبتدي 1 6 ما اقابه ما انح طلب whether اللي جامت اخر حسان كلمت مكان ولكن اصف قلب وانعايزة طاعة وانعايزة نربون etti لي اذبت على الأله اذبت السنن ماجيش لسه في رمضان لسه حظبت الموعيد والصلاة على وقتها. رأى. طيب بص تلاقي نفسك في اليوم من تسعة عشر رمضان خلص العيد. وانت لسه بتعمل. لا. من دلوقتي انت عندك اربع اسابيع ودي من الخطط الجميلة اللي المفروض نعملها. عندك اربع اسابيع. هدي خد اسبوع تثبيت الفروضة على وقتها والسنة النوافل. عندك اسبوع تاني الصيام والصيام الصيام خواص الخواص ازاي ان انا عن كل لغو وكل ما يبعدني عن الله سبحانه وتعالى. عندك اسبوع القرآن وشوف يعني لسه كنا منتكلم مع اسبوع ونقول يعني احد المشيخ والده بيعدبه يعني هو من رجل القراءات يعني والده بيعد بيقوله تختم اه كل خمس ايام يعني تعدي عليك اية القرآن مرة واحدة في الاسبوع يعني يختم كل ثلاثة تعدي عليك ثلاثة او اثنين ونص فهي الفكرة ايه الفكرة يا جماعة ان احنا في زمن احنا محتاجين ان تسابق فيه على التعاق احنا في زمن محتاجين ان احنا نور الله عز وجل من النفوس احنا جايين بس يعني انوي انوي حتى الخير حتى اقولك يا بغي الخار ياي الخير اقبل يعني بس احنا نويين الخير يا رب ملحكم